موسيقى لقاءنا اليوم مع خالد الأيوبي القائم بالأعمال السوري المنشق عن النظام في لندن السيد خالد مرحبا بيك أهلا بيك أولا أنت تحب تعبير المنشق ولا المستقيل ولا إيش المحتج الحقيقة أنه أنا تركت عملي احتجاجا على السياسة التي اتبعت النظام في تعاملني مع الحراك السوري للسوري ورفضه لمطالب الحرية التي نادى بها جميع الشباب السوريين سواء كانوا صغارا ومثقفين أو في أي اتجاه سياسي آخر فوسطت إلى قناع أنه لا يمكن أن أستمر مع نظام كل وعوده في الإصطاح كانت وعودا كاذبة فاضطرت إلى الانسحاب وترك العمل متى فكرت في ذلك؟ يعني متى فكرت أخذ هذا القرار؟ لأن في ناس كثير كانوا مقربين منك كانوا قالوا أنه كان صعب عليك مثل هذا القرار بداية لم يكن يوجد أي دبلوماسي قد قام بهذا العمل سابقا فكنت تحت ضغط كبير واضطررت إلى فترة معينة نأمل في أن تم تسوية سياسية أن يكون حل إصطاح جزري للمشكلة لكن هذا لم يحدث وعندما وصلنا إلى مرحلة الكيماوي أصبح من المستحيل أن تدخل مع نظام قد يقوم بارتكاب جرائم حرب عليك أن تأخذ قرار حاسما صحيح عقدتك أمريكية أنت بس إلا الكيماوي يعني لكأنه الميك والميك في البداية لم يكن الأمور بهذا الشكل كان هناك بضعة آلاف من القتل وكان هناك الكثير من النقاشات حول الموضوع وأيضا كان هناك محاولات إيجاد حل وتسوية سياسية من عدة أطراف لكن تسارعات الأحداث في شهر تموز سنة 2012 طيب سرقاتي ربما نحن على هذا المحور بالذات لكن اسمح لي أن أسألك أنت نسقت مع أحد عندما تأخذ هذا القرار يعني البريطانيين وهذا أدى إلى إطالة فتاة اتخاذ القرار أنا لم أكن أنسق مع المعارضة كان هناك عدة إشارات استفهام فأنا أعلم وربما هذا في حديث سابق في المستقبل سأتكلم أن كثيراً من المعارضة هي معارضة مزيفة مرتبطة بالنظام وبنفس الوقت حتى اللي بالخارج يعني أو اللي بالداخل بالنظام بعضهم مرتبط بالنظام يتصدرون شيء المشهد وذلك؟ بعضهم يتصدر المشهد هذا كلام يعني خطير على الفكرة نعم فأنا عرفهم هل نأتكلم عنه؟ هل هي قوة اختراق للنظام ولا إيش؟ هذا تحتى قوة اختراق النظام النظام يؤسس لمرحلة كهذه في الماضي فكنت على حذر منهم فلم أقم بالاتصال بأي شخص وقررت أن أتخذ الإجراء بشكل فردي في سؤال ولو كان شخص شوي أنه تسببت أنت بالصراحة أنا مقيم في لندن يعني نحن هنا في الجالية شفنا أنه أنه إغلاق السفارة كان ضرر كتير كبير للجالية يعني أنت تسببت مثلا في قطع رواتب المبعثين مبتعثين في عدم تجليل جوازات سكرت السفارة يعني كان في ضرر كبير يعني احتجاجي سياسي جاء لتيجت قيام النظام بارتكاب جرائم كبيرة في المرحلة تسطوب وزارة الخارجية بريطانيا وأعلنتم أني سأترك عملي في السفارة كان النظام بدأ في تلك المرحلة بإخدام الطائرات كان أهل دمشق وأصدقائي يتصلون بي ويقولي إنهم يقصفوننا إنهم يقصفوننا ماذا تتفعل أدي يصلك بسرك الدبلوماسي؟ حاليا أنا تعني في وزارة خارجية منذ عام 1995 95 يعني حوالي 15 أو 18 عاما 18 عاما في الخارجية قضيت جزء منهم في السلك الفني ليه أنتوا العفوان اللي بينشقوا يعني أو بتاخدوا موقف بيستقيلوا أينيكم لا مشاحة في الإصطلاح يعني ليه ما بتنخرطوا بالمعارضة مثلا ليه مثلا المعارضة ما بتستفيد من خبراتكم من عملكم المؤسسات يعني في الدولة نلاحظ أن هناك بيئة طاردة فيها لكم يعني ليه هم يحملون بعد عقد النظام هم يعيرون الآخرين بأنكم أنتم عشتم مع النظام وعملتم مع النظام وحتى تشبعتوا أفكار النظام ولكن في الحقيقة هم أيضا ولدوا في داخل هذا النظام ورضعوا من حليب هذا النظام ولذلك هم يقومون بنفس العقلية الإقصائية هم لا إلى الفرق بين المعارضة والنظام أن النظام يتفوق عليهم بأن لديهم مؤسسات هم يفتقرون المؤسسات ومن يفتقر إلى المؤسسات لن يهتم بموضوع الخبرات طيب أنتم عرضتم أنفسكم عليهم ولا هم لا يريدون يعني؟ هم لا يريدون؟ أنا أتوقع أن حضرتكم كنتم متابعين خبر انشقاقي ديفيد كاميرون ورحب بالانشقاق وعلى أنه ضربة مهمة وأصابت نظام في الصميم لأنه كان انشقاق مهم في سفارات أوروبا ماذا كان ردفع للمعارضة؟ كلما كنت أقره من التعليقات منهم الآن تذكر لي أنشق على ما أبكير على فكرة رياض أحجاب هو ربما شخصيا ربما أهم منك على مستوى الدولة يعني أنه كان رئيس وزراء بعد ما انشق قال ما في أحد حتى رفع حتى السماعة يعني حتى من المعارضة السورية كان أكثر الهجوم علي من أطراف معارضة وليس من النظام طيب بكل أحوال الآن باختصار شديد لم يبقى لدي كثير من الوقت ترى أنه سقوط النظام ربما قبل سنة كانت البيئة العامة أنه سقوط النظام قابق أو سينة أو أدنى شهر شهرين سبت شهر كلام من سنتين أسمعه الآن نظام أقوى أم لا؟ برأيك يعني؟ النظام ليس أقوى لكن المعارضة أضعف رغم المعارضة الخارجية حتى الداخلية حتى الداخلية أنا أتابع أخباركم أخبار محطات الأخرى فأجد اليوم ما يسمى داعش تحارب لواء الله أعلم ما اسمه واللواء نفسه يحارب جهة أخرى النظام يدمي المسجد خالب بن الوليد وكتائب الفاروق تتجهل تقاتل الأكراد في الشرق كل يوم أسمى أخبار في حروب طاحنة بين المعارضة أكثر من حروبهم بين النظام مع النظام هذا الضعف ينعكس في الخارج وفي الخارج أيضا هناك أنت كأبن هالدولة كنت تتوقع أن يسمر النظام للآن نعم شو تقييمك لجينيف وذهاب هي أحد الأسباب التي تؤدي إلى العشر سنوات هي أحد الأسباب؟ نعم جينيف بالذات هي جائزة ترضية لروسيا لكي تحضر المؤتمر روسيا اتفقت مع الأمريكان لكي يحضروا المؤتمر عليهم أن يقبل بشروطهم ومن أهم الشروط وهو الشرط الكارثي عدم ذكرت النحي بشار الأسد في البيان الختامي لمؤتمر جينيف واحد وما بني على باطل فهو باطل فمؤتمر جينيف 2 مبني على أسس خاطئة فرضها الروس وهذا سيؤدي إلى المفاوضات ستستغرق سنينا سحب الشعب الشرعية الأخير من الائتلاف وطني ساهم ربما فيه تضعيف أو ضعف موقفه برأيك؟ أنا ضد الائتلاف بشكل عام ولكن عندما تكون هناك أمور مفصلة أنت ضد الائتلاف ضد النظام ضد كل من لا يلتزم بما يريده الشعب بما لا يلتزم بالمؤسساتية بما لا يلتزم بحرية الجماعير أنا ضد أي شخص يطرح أطر دولة مسبقة يريدها حسب هو دون أن ينظر إلى الشعب والزيسار دون التضحيات اللي قمنا بها جميعا لكن في النهاية والمهمة في الحديث عندما نتحدث عن الائتلاف ونقول أن الائتلاف سيذهب إلى جينيب أحيانا مجبرا قد يكون يجب أن نتخذ موقف نعم أنا ضده في كثير من المبادئ لكن سأكون معه في هذه اللحظة لأننا نريده شخصا قويا يواجه النظام هذا ما أنا أقوله الآن عندما نقول أن الائتلاف سيذهب وهو جميعنا يعرف أنه سيذهب لكن عندما نقول أننا سنتركه لوحدا في الساحة فقدنا نحن المظلة الخارجية لا تصدق أن تأتي ببديل عن الائتلاف حاليا بالسماء أو بالبراشوت شكرا جزيلا لك خالد الأيوبي القائم بالأعمال المستقيل أو المحتج أحببت هذا التعبير المحتج في لندن شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر